اشتركوا في القناة التي احتضنتها العاصمة الايرلندية دبنا النار واكد سموه ان هذا الانجاز العالمي الثالث الذي تحققه مملكة البحرين والثاني على مستوى فريق المحترفين الذي يأتي بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن عهل البلاد المفدة لقطاع الشباب والرياضة واكد سموه ان ما تحقق من انجاز في هذه البطولة يعكس الجهود الواضحة من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مضيفا سموه انه ومما لا شك فيه ان المتابعة المستمرة والجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية عبر الاستراتيجيات والخطط الداعمة لارتقاء وتطوير الرياضة البحرينية ساهمت وبشكل كبير في تحقيق المملكة الانجازات بمختلف الرياضات لسيما رياضة فنون القتال المختلطة واشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الى ان مملكة البحرين ممثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة تواجدت وبشكل قوي في هذه الرياضة العالمية التي استطاعت من تحقيق الانجازات في وقت قياسي بهذه الرياضة التي تلقى اهتماما عالميا واسعا من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة والذي يشكل فرصة للتعريف بمملكة البحرين وبدورها الكبير في الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة ولوها سموه ان الدعم لرياضة فنون القتال المختلطة سيتواصل من خلال البرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة التي تساهم في دعم الاهداف التي وضعها سموه لنشر ثقافة الفنون القتالية المختلطة على انها جزء من المجال الرياضي وذلك في اطر قانونية وبانها رياضة امنة والترويج لمملكة البحرين وابرازها عبر تطور بمختلف المجالات وخاصة المجال الرياضي وكذلك المواصلة في الحضور والتواجد العالمي في هذه اللعبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة